اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات حيث وجه السيد الرئيس بما يلي تأسيس الشركات عن طريق الاختار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال أستماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها وذلك بهدف توفير النفقات وتسهيل على تلك الشركات تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد التوسع في إقامة المناطق التكنولوجية لاستثمارية الحرة وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان وجه السيد الرئيس بالتوسع في منحة مبادرة مصر الرقمية التي تستهدف أوائل خروجي الجماعات المتخصصة فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة أجبال مصر الرقمية والتي تسعى إلى تدريب طلبات المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد عرض الدكتور عمر طلع التطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذي سيحتضن الشركات المتخصصة في هذا المجال كما اطلع السيد الرئيس على نشاط مراكز إبداع مصر الرقمية في مرحلتها الأولى موجهاً سيادته بالانتهاء من مراحلها المتبقية في مختلف محافظات الجمهورية أضف المتحدث الرسمي أن سيد وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار تعزيز محور التحول الرقمي وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية بما في ذلك مشروع الرقم القومي للعقارات وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها تم أيضاً استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث أوضح السيد وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والتي بلغت حوالي 150 مليون وثيقة